الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومسار على هده اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لا زال حديثنا متواصلاً حول الشكر كما قام من مقامات السائرين إلى الله ومنزل من منازلهم وقلنا أن الشكر من أرفع وأجل وأسمى المقامات عند القوم وذكرناه بعدما ذكرنا الصبر لأنه يقابله ولأن المؤمن يعيش بين نعمة يشكر عليها ومصيبة يصبر عليها وقد سئل العلماء منهم شيخ الإسلام عن الفرق بين الشكر والحمد يعني شاء الفرق بين واحد يحمد الله وواحد يشكر الله خالف كنقول الحمد لله مشي قولنا الحمد لله ينعد شكراً مزال لأن نشتنا أركان الشكر الخمسة المهم أيهما أعم وينها الأعم هالي الشكر أعم من الحمد أم الحمد أعم من الشكر قالوا العلماء العلماء قالوا كلام كثير وأنا قصر على أخوتين قصر لكم الحديث ونحاول انبسطة وندوا هذا المفهوم هذه الحوصلة أو الخلاصة قالوا بينهما عموم وخصوص خطرة يكون الشكر أعم من الحمد وخطرة يكون الحمد أعم من الشكر كيفه؟ من ناحية الوسيلة الشكر ما يندير الشكر يندير بالقلب باللسان وبالجوارح يعني بالقوائب بالبدن معناه الشكر يكون بالقلب اعترافاً وشهوداً ومحبة يكون باللسان ثاناء وحمد ومدح ويكون بالجانان بالقوائم عملاً وانقياداً نزيدوا ومبسطوا لخوتنا معناه باه تشكر ربي راك تخدم بثلاثة على الأمور تخدم بقلبك وبلسانك وبقوائمك باه تنتعدي شكر ربي معناه إنسان بايشكر ربي على نعمة من النعم ندو مثال دائماً نعمة البصر هذا النعمة اللي ننسوها وربي قلناكم تنسوها وهو الذي جعل لكم السمعة والأبصارة والأفئيدة قليلاً ما تشكرون شو سبحان الله نكون نجو نفهم ومليح الآيات ربي شقال لا إن شكرتم لا أزيدنكم لا بغيت عينيك بصر يزيد أشكر على هذه العينين بغيت السمع يزيد ويبارك ليه ربي أشكر على نعمة السمع كيف يزيد ربي قال يزيد قال يشكرني على النعمة نزيد لك هو سكون نخلقها سكون نخلق العين والخلايا ليه في العين ودار فيها نعمة الإبصار هو الله هو الله الخالق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السمع على كل شيء قادير هو لي قال لكم تشكرني على نعمة البصر ولا نعمة أخرى نزيد لك فيها ولهذا يخد لي من العلمة قال كيف تشوف النعمة ما يشد زيد فاعلم أن الشكر قليل أو منعدم فإذا آردت على وعد الشيخ كبير خرج هو والتلاميذ التاعة ومن بعد قفزها قفزاتا أدهشتهم نقص قال له يا شيخ أنت فوق سبعين عام وقفزت القفزة لم يقفزهاش يعني تجاوز نهرا قالوا هذا ما يجا تجاوز يعني خفرة قالوا هذا ما يطلق شيء يقفزها وعلى الشاب منه قال هذه جوارح حافظناها في الصغر فحافظها الله في الكبر وحفظ الجارحة أن لا تحسن الله بها من شكر الله لأن ترك المعاصي هو شكر يا إخوة الإيمان إذن شوف هذا شادر هذا الشيخ حافظ هذه جوارح انتهى الله فيها ما خلها تحسن ربي في الصغر راحت في الكبر قاعدة تركيه الناس اللي ماتوا بسنيهم وبعينهم يشوفوا كبير 90 عام ويشوف يشوف كي الصغير أو أدق ويسمع ويسمع ما فيه يسمون ما مراش سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نولوا للشكر وسائله ثلاثة الجانان اللي هو القلب الليسان الأركان ثلاثة يشكروا ربي معناها كيف نبغي نشكر على نعمة الباصر أولا أعترفوا بها نعترف ما قبل لي يا ربي هذا النعمة بلا بها ننضيع وأقر ولا أجحد وأنسبها إلى الله لا لغيره هو لإعطاها هو لرعاها هو لصاناها هو اللي وقاها من الأمراض إلى آخره بل قلب بل قلب ثم أقر أذكر باللسان هذه النعمة فأحمد الله عليها نقول الحمد لله على نعمة البصر يا ربي لك الحمد على نعمة البصر يا ربي لك الحمد حتى ترضى على نعمة البصر ولك الحمد إذا راضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما ينبغي لجلل وجهك وعظيم سلطانك يا من أكرمتني بنور العينين يا من لم تحرمني الرؤية يا رب العالمين هذا هو باللسان ثم بالأركان معناه ذي العينين نشوف بهم القرآن نشوف بهم آية الله وأتعذ البحار الأقمار الشموس الغيوم نشوف السحب الحيوانات وأتعذ وجه الوالدين نشوف بها وجه الوالدين ونتبسم بها في وجونه إلى آخره معناها خدش العينين فنيت بسهم معناها تشوف فيهم الفرح إلى آخره فهذه العينين نستعملهم في طاعة الله ولا شفت بهم خير ننشره كما قال أبو حازم ولا شت فيهم شر شت فيهم شر نص سطرة هذا شكر العينين شت الشكر شاهوه الشكر فيه ثلاثة الحمد الله الحمد الوسيلة غير القلب واللسان ما كاش العمل هو تفرح بالنعمة بقلبك وتعبر على ذلك الفرحة بالسانك هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كي يأكل كل شيء يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة هذه الشهية هذه خليل اللي يعرفها ويتكاكلها شو رسول الله فيها كان يفكر على بلك العلماء قالوا رزق كي ينزوج أنا بغي ناكل بغي ناكل خبز قبل ما يوصل للفمي جاب أهلي ربي بالعامل بالأسباب وصل للفمي هذا يسموه الرزق رقم واحد كي يدخل وتعالجه المعد الأسنان والليسان والمعدة ويتقسم على القوايم بعادالة لا متنهية في الكمال كوش يدو حقهم هذا يسموه الرزق الثاني هذا الرزق الزاوج اللي قال عليه ابن مقيم وكي الرزق القلوب وكذلك الرزاق من أوصافه والرزق في أفعاله نوعان رزق العلوم رزق القلوب العلم والإيمان ورزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق الأقوات في تلك الأحشاء إلى الأعضاء بوزاني أو شو هذه ساية معنى أن كنا نشرب ضرق شوية هذه الجغمات تعلمها قيع قويم يدو حقهم هذا الفر يعطيه ربي حقه هذا الشعر اللي فوق السبوع يعطيه ربي حقه الرقم يعطيه حقه الرئيات يعطيه حقهم القلب يعطيه حقه معنى ربي يوزع مراتها خبز حبه فاكيه شربه تعمه يوزحها على القوائم بوزاني بعدالة لا متنهية في الكمال لو كان ذات فر يدفق حقه يمرض تحت حقه يمرض معنى هاته توازن التام سواك فعدالك هذا التقسيم تعلق الأرزاق يندى عندك انتق وعند يانا وعند الدودا وعند السبع وعند الضبع وعند الأذع قعدوا قيوم عليهم ربي في كل لحظة من يأكلوا يشربوا يوزح لهم هذه العطايا والمأكولات يوزح لهم على قوائمهم بعدالة لا متنهية في الكمال هذا اللي كان يقول عليها رسول الله الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني هذا الرزق الزوج من قسمه لا أعلى قوائمه من غيري حول مني شكون يطيق يديا ولا قوة شكون يطيق كون أخلك ربي تتقسم كيف يتقسم تدخل في روحك هذا رب هذا رب منعم شاكور سبحانه عز وجل كريم حاليم منان قادر يكون لك بغصة يعني شوية ما يوقف لك ولا شوية ما لا توقف لك لكن الله سبحانه عز وجل هذا جبنا ميثا عن الحمد كان من يشرب رسول الله المق سمع سمع كلام كدير الحمد لله الذي جعله عذبا فوراتا برحمته الحمد كدير ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا يا رب لك الحمد لقد ارتاح حلوبا رحمتا عك ولو كان درتاح لها ذنوبنا ديرها مالح منطق وزنو شربوه خاش نستاهلوا المالح معناه كان رسول الله في نومي في يقضاتيه عند استيقاضيه في أكليه في شربه في لباسيه ويحمد ربي الحمد لله الذي كساني هذا حناك تحمد ربي على الكسوة مين تربسها تحمد لك ساك ربي هاو شو ربيك كاسي كاسي الحيوانيات ديلهم الصوف بيسترهم على البرد ويستر عبراتهم بالذيل إلى آخره كاسي البقار كاسي الأنعام كاسي اللارد كاسي هذه كسوة عربي يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى تحت تريكوت بوقع هذا يواري السوآة لفوقها الريش ويجاب بعد يجي تعلحيق ولباس التحيق على أعداء هذا الدين يبدو بالحياء يقلعوه ويعود يقلعوا لباس الفوقاني فوركوابا نوصلوا نجيزم أكرمكم الله هذا هو يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة ينزعوا ينزعوا عنهما لباسهما الحظر الغربية العافنة تضرب في ذو الباب ليوريهما سوآتهما ها المقصد من هذا النزع يا إخوات الإيمان إذن الحمد ما يندير الحمد يندير بالقلب واللسان إذن وين أهل آعم إذن الشكر آعم خد الشكر يندير بالقلب واللسان والأركان والأخر غير بزوج إذن من هذا الاعتبار يكون الشكر آعمة من الحمد إذن يكون الجهال أخرى ها الشكر يكون غير على النعم تشكر ربي على النعم هاو على الشكر وصرف النقب هذه قع نعم بس صح الحمد لله تحمد ربي على النعم وتحمده على سيفاته وأسمائه وتحمده على الوعد والواعيد وتحمده على الأمر والنهي الحمد لله الذي لم يتخذ ولادا هذه خاصة به الشرك لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إذن المحامد الحمد هو تذكر المحامد تثني على المحمود لك تحمد فيه والفرق بينه وبين الثاناء ثاناء من تكثر تكرر المدحي ولي ثاناء إذن الهام دحته في اللولة يسموه مدحي يسموه حمد وإذا عاوت الزوج يسموه ثاناء وإذا عاوت الثاثة يسموه تمجيد كما قال في الحاديث القدوسي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ربي قالنا كي تقول الحمد لله ربي العالمين يقول لك ربي حميداني عبدي كي تقول الرحمن الرحيم يقول لك أثناء علي يا عبدي هناك تذكر في أسماء كي تقول مالك يوم الدين يقول لك مجاداني عبدي فهذا هو الفرق بين الحمدي والشكري باختصار نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من الحميدين الشاكرين والحمد لله ربي العالمين